بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد هذا هو الدرس السادس عشر اقتصاد كلي وفيه اضرب بثال على دالة الاستهلاك في اطار مشروع تعميل المعرفة لطلبتنا الاحبة في العالم العرابي والاسلامي نبدأ بالمثال دالة الاستهلاك نستحدث هذا المثال مبسط جدا من بيانات افتراضية بسيطة كما يأتي الان لنفترض بان لدينا البيانات الاتية عن الدخل y والاستهلاك c وسأجل حديث عن الضريبة بعدما انتهي من المثال البسيط فالدخل الان عندي مستويات معينة هو الدخل y والاستهلاك c لنفترض انه عند مستوى الدخل صفر كان الاستهلاك يساوي عشرين ارتفع الدخل من صفر الى مية وهو مثال افتراضي جدا فارتفع الاستهلاك من عشرين إلى خمس عشرين واخيرا ارتفع الدخل من مئة الى مائتين فارتفع الاستهلاك من خمس عشرين إلى مئة وسبعين ما يعني الان بناء على هذه المعلومات البسيطة بيانات البسيطة يمكننا اشتقاق الميل الحدي الاستهلاك او the marginal propensity to consume the marginal propensity to consume MPC كما يأتي فMPC له the marginal propensity to consume تساوي دلتا سي اللي هو الفرق في الاستهلاك مقسم على الفرق في الدخل اللي هو دلتا واي وتساوي اما خمس عشرين ناقص عشرين مقسم على مية ناقص صفر نفسها او بتعطيني النتيجة ذاتها مية سبعين ناقص خمس وتسعين قسم على ميتين ناقص مية ويساوي خمس سبع مية ما يعني الان بان الميل الحدي الاستهلاك يساوي ثلاثة اربع وهي متسقة مع توقعات النظرية بان الميل الحدي الاستهلاك اقل من واحص صحيح نتمم بالسؤال الان والمثال عليه دالتا السلاك الان ادمجها مع الادخار حتى تعطينا الصورة بشكل متكامل بنامع على النتيجة السابقة تكون دالتا السلاك سي كما يأتي سي تساوي ا زائد ام بي سي هذا الشكل النظري لكن من الحسابات البسيطة بيكون عندي دالتا السلاك تساوي سي تساوي عشرين زائد ثلاثة اربع واي سي تساوي عشرين لهذا الحد الادنى من السلاك المستقل عن الدخل لا اترمس كنصر مش اللي هو الايه وهنا الان الميل الحدي للسلاك ثلاثة اربع واي اما دالتا الادخار فتكون طبعا واحد ناقص وبالتالي هنا اذا جمعنا سي زائد اس تعطي لي واي فبالتالي الان سالة العشرين تصبح سالبة فاي تصبح سالبة زائد الام بي اس الام بي اس الادخار تساوي سالب 20 زائد ربع Y الآن دعنا نمثل ذلك بيانيا بعدما نحسب التوازن بين Y و C عند التوازن يكون Y و C اللي هو الدخل ومستوى الاستهلاك متساويين C تساوي 20 زائد ثلاثة أربع Y هو الحد الأدنى من الاستهلاك اللي هو Autonomous Consumption مستقل عن مستوى الدخل أو حد الكفاة من السهلاك زائد ثلاثة أربع Y الميل حد الأستهلاك مضروب في Y يساوي Y لأنه عند التوازن وبالتالي الآن ما يعني بأن Y تساوي 20 زائد ثلاثة أربع Y وبالتالي الآن بيأخذ عام المشترك وهو Y نحصل على Y ناقص أو سالب ثلاثة أربع Y تساوي عشرين ما يعني بأن الدخل التوازني Y ستار يساوي Autonomous Consumption A يساوي نقسم على واحد ناقص ثلاثة أربع لأم بي سي وتساوي ثمانين وتساوي ثمانين الآن تمثيل بياني ذلك على المحور الأفقي مستوى الدخل على المحور العمودي أضع الآن الدخل والإدخار معا وهذا الخط الأحمر الذي ينصف الربع الأول من مستوى كالديكارت إلى نصبين وتساويين هذه الزائد الآن 45 درجة وبالتالي دالة الاستلاك الآن هذا الخط الأزرق الذي ينبثق من نقطة هون ساوي عشرين لكن صيغتها الدالية والرياضياتية سي تساوي عشرين زائد ثلاثة أربع وي وبالتالي الآن عندي هنا نقطة الانبثاق هذه عشرين والدخل التوازني عند نقطة الالتقاء اللي هو تساوي ثمانين كما حسبناه قبل قليل فكل هذا الانتاج اللي هو ثمانين ذهب إلى الاستهلاك عن محور العمولي يساوي ثمانين أما الادخار S تساوي سالب عشرين زائد ربع وي فعندي هنا نقطة سالب عشرين طبعا وبالتالي الآن هذه منطقة ادخارات سالبة وهذه منطقة ادخارات موجبة عفوا خذنا أرجع بس وهنا طبعا تقولي الادخارات تساوي صفرا عندما يكون الدخل التوازني ثمانين ما يعني ذلك بأن كل هذا الانتاج ذهب إلى الاستهلاك بيكون عند الادخار يساوي ثمانين الآن الضرائب دالة الضرية بتاكس فانش تأخذ الشكل التالي عادة وهي دالة بسيطة T اللي هو مجموعة الضرائب تساوي T sub A Autonomous Taxes أو مستوى الضرائب التي تجميع حكومة بصرف النظر عن مستوى الدخل Y ونجمع مجموعة لها Plus أو زائد The Marginal Tax Rate اللي هو الميد الحدي ومعدل عفوا الميد الحدي للضريبة اللي هو The Marginal Tax Rate أو المعدل الحدي للضريبة مضروب في Y هنا إجمال الضرائب T الضرائب المستقلة عن الدخل T sub A والميد الحدي للضريبة الميد الحدي للضريبة T والآن حاصل ضرب الميد الحدي للضريبة في الدخل يساوي ما يسمى الضرائب المحافظة أو Induced Taxes هذه دالة الضريبة بشكلها مبسط طبعا الآن نفترض بأن دالة الضريبة أخذت الشكل التالي T تساوي 10 هذا الحدي الأدنى من الضريبة The Marginal Tax Rate أو المعدل الحدي للضريبة يساوي 5% من Y وبالتالي Induced Taxes هي 5% من Y باستخدام دالة الثلاث السابقة التي توصلنا إلى حلها قبل قليل وهو 20 زائل 3 4 Y وبالتالي كان كما ذكرت بأن الدخل التواجه كان 80 وذهب كله إلى الاستهلاك ومقداره 80 فالآن ندمجها ما بعضها البعض لنفترض الآن C في ساوي 20 كما ذكرت قبل قليل تساوي زائد طبعا 3 4 Y الآن يمكننا دمج دالة الضريبة مع دالة الاستهلاك لينتج دالة استهلاك جديدة دالة استهلاك جديدة تعتمد على الدخل المتاح أذكر أحبيت الطلبة بأن هناك فرق بأن هناك فرقا بين ما يسمى بالدخل الإجمالي اللي هو Gross Income والدخل المتاح اللي هو Disposable Income كما يأتي الآن C تساوي 20 زائد 3 4 الآن كنت في الحال الأولى أتحدث عن Gross Income أو دخل إجمالي مقداره Y فكنا نضغب MPC مضروب في Y الآن MPC مضروب في Disposable Income اللي هو الدخل المتاح اللي هو الدخل الإجمالي ما تروح منه الضريبة وبالتالي الآن إذا أدخلت دالة الضريبة بالقوس السابق اللي هو Y ناقص T فالآن تأخذ الشكل التالي الصريح هنا C تساوي 20 زائد 3 4 لكن ليست مضروبة في Y لكن مضروبة في Y ناقص 10 ناقص 5% من Y ما يعني الآن عند التوازن الإكولابريم بعد معالجة رياضية بسيطة نحصل على ما يلي تصبح الآن أخذت عام المشترك بعد ما دخلت الآن بعد ما أدخلنا 3 4 الآن MPC هنا على القوس ونقلت كل شيء في Y إلى الطرف الأيسر فبكون عند النتيجة كما يلي Y سالب 3 4 Y مضاف إلها 3 4 مضروبة في 5% في Y تساوي 20 سالب 3 4 10 ما يعني الآن بأن الدخل التوازني يصبح كما يلي Y سالب 3 4 Y زائد 3 4 5% يحور العمود الآن نتعامل مع ما يسمى بالDisposible Income بقيت الآن النقطة النقطة الانبثاق 20 هنا لكن التقاطعات على الخط المرجعي الذي هو سيف ساوي هنا أصبحت مختلفة فبالحالة الأولى كانت عند هذه النقطة وبالحالة الثانية بعدما دخلنا الضرائب أصبحت عندها النقطة ما يعني الآن أنه العشرين بقيت كما هي التي هي نقطة بثاق دالة الاستهلاك سوى قبل الضريبة أو بعد الضريبة لكن الآن في الحالة الأولى كانت مستوى الدخل يساوي 20 أو الدخل التوازني والاستهلاك يساوي عفوا 80 أنا بقيت على مستوى الدخل التوازني 80 والاستهلاك يساوي 80 في هذه الحالة أما بعد إدخال الضرائب على دالة الاستهلاك وبالتالي disposable income أو الدخل المتاح الخفض من 80 إلى طبعا بعد حساب المسيط الذي وجدنا بأنه يساوي 43.48 وبالتالي ذهب كل الاستهلاك أي أن الدخل التوازني الخفض من هذا المقدار 80 إلى مقدار أقل بكثير منه تقريبا أعلى من النصف بشيء بسيط جدا وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المثال راجي لأنه قد أدى الغرض المطلوب منه وإلى مقطع آخر بإمكان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته